مشاهدين أهلا مع حضرتكم من جديد انخفاض في أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة وأسعار اللحوم تثير القلق بعد حديث نقيب الفلاحين عن زيادة أسعار اللحوم الحية بنسبة كبيرة ماذا قال نقيب الفلاحين وما حجم الزيادة وكم سيصبح سعر كيلو اللحوم؟ هذا ما سنوضح الآن من خلال هذه التخطية ونبدأ مع حضرتكم بأسعار اللحوم حيث قال نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام أن أسعار اللحوم الحية ارتفعت ارتفاع كبير بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية مستقبلاً لافتاً إلى أن أسعار البقرة البلدي الواحدة تراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه وقال أيضاً أن أسعار العبول اللباني البقري عمر شهر تتراوح بين 15 إلى 20 ألف وشبه البقر قبل العشر تتراوح بين 35 إلى 40 ألف جنيه ويصل سعر كيلو لحم عبول الجموس الحي إلى 130 جنيه يصل سعر كيلو الجموس الحي إلى 130 جنيه كما يصل سعر كيلو لحم عبول البقر الحي إلى 150 جنيه فيما يصل سعر كيلو الضاني الحي إلى 170 جنيه كما تراوحت أسعار الأبقار حديثة الولادة ما بين 70 إلى 100 ألف جنيه هذه زيادة تصل إلى 50% عن نصياتها في شهر يناير الماضي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحوم الحمراء المذموحة تتراوح بين 330 إلى 400 جنيه لكيلو حسب مكان البيع ونوع اللحمة وعلى جانب آخر تسجل أسعار الدواج انخفاض كبيراً في الأسواق خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض القوة الشرائية بعد الانتهاء من أعيال الأخوة الأخباط وتوافر الأعلاف أمام المربيين مما أدى إلى استقرار السوق حيث سجلت دواجن البيضاء في المزرعة سعر 67 جنيه بعدما سجلت أمس 68 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيه وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيه بعدما سجلت 55 جنيه وتراجعت سعر الكيلو من الدواجن أساسه الفراخ الحمراء ليسجل 66 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 37 جنيه في حين أنها كانت منذ أيام قليلة بـ 75 جنيه في المزرعة ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 90 جنيه بعدما وصل سعره إلى 100 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه ويصل سعر كيلو الفراخ اليوم إلى 140 جنيه في بعض المحلات على حسب المنطقة بعدما وصل سعره إلى 185 جنيه منذ أسابيع قليلة وبنسبة لأسعار البيض تراوح سعر كرتونة الأحمر من 125 إلى 135 جنيه وسعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيه تباع كرتونة البيض البلدي المستهلك بدءا من 140 جنيه أكد دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن هناك تحركا في أسعار الدواجن وذلك بسبب أعياد الأخوة المسحيين وهناك طلب مرتفع بنسبة 10% وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية خلال تصرحات تلفزيونية أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع أسعار الأعلاف موضحاً أن سعر الأعلاف وصلت إلى 25 ألفاً و24 ألفاً ببعض الشركات وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار الدواجن سيستمر في الفترة المقبلة وذلك قبل دخول شهر رمضان الكريمة ولذلك علينا ارتفاع نسبة الإنتاج قبل رمضان لأن الطلب على الدواجن في شهر رمضان يكون أكبر وتصل إلى 25% من جانبه صرح إبراهيم عشماوي رئيس البرصة السلعية بأن وزارة التموين تبحث مع وزارة الزراعة طرح الدواجن والبيض بالبرصة السلعية وعقد الاجتماعات مع التجار والمصنعين وأضاف عشماوي خلال تصريحات له أنه تم طرح 105 ملايين طن من 9 منتجات منها القمح والذرة الصفاء والذرة والسكر وفول الصوية والملح على البرصة السلعية منذ تأسيس البرصة حتى الآن بقيمة 19 مليار بنيه من خلال 210 بلسات لافتا إلى أن من مميزات البرصة السلعية وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة والية لضبط الأسعار بينما قال أحمد الشيخ رئيس البرصة المصرية للأوراق المالية أن البرصة السلعية توفر المستوردين احتجاتهم من السلع ما ساهم في توفير الدولار عبر تخفيض الفطورة الاسترادية لمصر أضاف الشيخ أيضا خلال مؤتمر البورصة السلعية في مصر أنها تتحقق من كفاءة وجودة السلع التي يتم تداولها بالبرصة لأن الأمر في تلك النوعية من البورصات يتعلق بتداول السلع حققية بمواصفات معينة على خلاف البورصات تداول أوراق المالية وفي السياق نفسه قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن من الغرفة التجارية أن الإقبال على شراء الدواجن ارتفع بنسبة تصل نحو 10% وذلك بسبب فترة المواسم والأعياد وتسبب ارتفاع أسعار الدواجن ارتفاع وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف أضاف رئيس شعبة الدواجن خلال تصريحات له أن سعر الأعلاف تتراوح ما بين 25 ألفا حتى 24 ألفا ببعض الشركات بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر الفراخ الصغيرة واللقاحات لافتا إلى أن أسعار الدواجن سيستمر في الفترة المقبلة في زيادة متزامن مع استقبال شهر رمضان المباركة وتصل نحو 25% وأشار السيد إلى أن زيادة الطلب في رمضان تتسبب في ارتفاع الأسعار لذلك يجب فرض الرقابة على الأسواق قبل شهر رمضان وضبط السعر لسعر الفراخ الصغيرة والأعلاف لتجنب من زيادة الأسعار خلال شهر رمضان المباركة مشاهدينا انتهت هذه التخطية كنت معكم درهان عدل بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى